هذا وجدد رئيس الأوكراني فلوديمير زيلانسكي مطلبة المجتمع الدولي بتوفير المزيد من الأسلحة لأوكرانيا لتحرير بعض المناطق من بينها شبه جزيرة القرمة وأكد الرئيس الأوكراني أن الاتحاد الروسي لديه فرصة للانسحاب طوعا من جميع أراضي أوكرانيا التي تم الاستلاء عليها منذ عام 2014 في عضون ذلك أعلن وزير الكاريجية البريطانية جيمس كلافرلي أن المملكة المتحدة ستقدم لأوكرانيا أكثر من 200 مدرع ومدفعية ثقيلة إضافة لدبابات تشالينجر